عايزين برضو يا دكتور نتكلم بشكل تفصيلي عن العدادة والسكاتة وإيه الاستخدام الأمثل ليهم؟ هو يمكن فيه حيطة كبيرة جدا بالنسبة للعدادة والسكاتة جديدة على الأم المصرية هم حاجات معروفة العدادة مش اختراعة موجودة لها خمسين سنة في السوق السكاتة مش اختراعة لها خمسين سنة في السوق كل ما تعرفه الأم إن دي بتجيبها من السيدلية بتغليها بطريقة معينة وبتديها للبيبي وخلص لكن فينا صاحي احترم مهمة جدا جدا بابلز أو مستشاري صحيين شركة بابلز بيقدموها خبراء بابلز بيقدموها للأم المصرية لما تستخدمي العدادة تستخدميها ازاي لما تستخدمي السكاتة تستخدميها ازاي فلما جينا نتكلم مثلا عن السكاتة فحنا بنحاول دايما في السكاتة إن إحنا نستخدم حجم النبل بتاعت السكاتة تكون مناسبة لعمر الطفل وحجم فمه حاولي إن إنتي تلاحظي النسبة بتأثر يا دكتور على لسة أو حجم الأسلين؟ بننصح دايما يلقوم إن هتحاول تلاحظ دايما حجم النبل بتاعت السكاتة بالنسبة لحجم بوء البيبي لإن دايما البيبي بيستخدمي السكاتة في مرحلة التسنين أو مرحلة ما قبل التسنين فإحنا لازم الحجم يكون مناسب والسكاتة كل ما صغر حجمها بتكون أفضل علشان إذا قعدت في بوء البيبي فترة طويلة ما تأثرش على النمو الطبيعي للفكة أو لعظام الأسنان فالطفل يبتدي يسن ننصحها ده بالنسبة للسكاتة حاولي دايما يكون عندك سكاتة أو اتنين لقى عشان تستبدليها وتلاحظي التغيرات اللي تحصل فيها دايما شم ريحتها Even بعد الغلال والغسيل علشان تضمني إنها صحية ما فيهاش ريحة مش كويسة إذا رحزت تغير ريحة أي حاجة أنت بتحطيها في بوء البيبي بتاعك سواء ببرونة أو سكاتة أو عضادة غيريها دايما إحنا مع منتجات بابلس كل منتجاتنا اتفعلنا إنها منتجة من منتجات صحية 100% فود جريد بي 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 بولي بروبلين فود جريد سيليكون وهكذا فدايما نختاري السكات المناسبة لحجم بوء البيبي بتاعك بالنسبة للعدادة العدادة يمكن من الحاجات الأساسية جدا واللي بتساعد الطفل على الراحة من آلام التسنين آلام التسنين سعود في مرحلة معينة تبتدي لأم تستخدم العدادة؟ هو جرسة إنها بتحس إن البيبي بتدى يسنن ويسرخ كتير وتزرع عليه أعراض التسنين دايما هو البيبي أوتوماتيك بتلاقيه يدور على حاجة عاوز يعضها يعني فننصح دايما في الوقت دا توفر له العدادة عدادات بابلز تم تصميمها لإنها تناسب حجم بوء التفل الصغير ما تعملوش أي إنجوري في اللثاء أو في جنب بوءه مهما هو استعملها حتى لو حطها في بوءه بأي طريقة هي أوتوماتيك هتتعدل وتدخل بالطريقة الصحة شكلها محببة للتفل ألوانها محببة مصنوعة من سيليكون فود جريد عالمي يعني المصانع نفسها اللي بتنتج هذا الخام وليلة جدا وإحنا بنتعب جدا عشان نوفر الخام الصحي المعتمد دوليا ويمكن حطة الاعتمادات دي الخاصة بنا دي مهمة جدا وإحنا بنتتبعها وبننزل شهادة المنشأ وشهادة الجودة للخام اللي إحنا بنستخدمه كمان مش لنا إحنا بس فالعدادة بابلز مصنوعة بألوان محببة بجودة عالية بحجم ومناسب ما يعملش أي إنجري إنها فعلا تكون صديقة للتفل بالنسبة لطرق التعقيم بالنسبة للسكاتة أو العدادة أو الببرونة كلها يا دكتور بتكون واحدة ولا بتختلف الأهواء ممكن كلها تكون واحدة لإحنا كبابلز بنشتغل على فوت جريد سيليكون وفوت جريد بي بي وبنحاول نواحد درجة الغلام بتاعتهم أو نقربها من بعض الميلتنج بويت بتاعتهم عالية شوية فممكن نقوم في كونتينر واحد في مية سخنة تعقم السكاتة مع العدادة مع الببرونة تحطوهم كلهم في الفريزر السيليكون بابلز كله بصفة عامة سواء نيبل أو عدادة أو تيثر أو سكاتة لا يتحط في الفريزر ويطلع ما يجرهش حاجة يتحط في المايكرويف ما فيش فيه أي مشاكل فإحنا جودة منتجات بابلز تساعد مصممة أنها تساعد الأم أنها تتعقم بالطريقة المثالية وتحافظ دايما على منتج صحي متاح للأطفال بطريقة محببة وبطريقة ممتزجة هل يا دكتور تتوقع أن منتج مصري بمية في المية يعيد الفعلا المنتج العالمي والأم المصرية تبتدي تستوعب فعلا أن المنتج ده هو ده الاختيار الأمثل عن المنتجات الأوروبية أنا هنا أحابب أقولك أن إحنا كمنتج مصري اسمه بابلز إحنا مش بنعادل بالعكس إحنا سبقنا منتجات العالمية كتير ودي عن اختباراتك عملت قردي وعن ثقة وعن ثقة احنا ابتدينا نكتسبها على الأرض بالفعل عايز أقولك كمان أن مع وجود بابلز في السوق المصري لا إحنا هنقول وداعا للمنتج زوج جودة الرديقة وداعا للمنتج غير معلوم المنشأ لازم رسالة قوية جدا نوجيها لكل أم ما تستخدميش ببرونا أنت مش عارف مصدرها إيه ما تستخدميش ببرونا أو عضادة أو سكاتة أنت مش عارفها مصنوعة من إيه لحظي دايما أنت بتستخدمي إيه لأولادك بابلز وفرت لكم حلول هيلة جدا ومضمونة على أرض الواقع ومجربة ومعتمدة دوليا أن أنت بتستخدميها لكل طفل بكل أمان نصيح كده دكتور لكل أم شايفانا دلوقتي أخواتنا الأمهات المصرية والغير مصرية أولادنا هم الأحق بالرعاية وهم الأجدر بالجودة إحنا قدمنا الجودة دي في منتجات بابلز ونتمنى أن يكون دايما عند حسن ظنكم وإن شاء الله مع بابلز أولادنا هيكونوا في صحة أفضل وبابلز أفضل ببرونا في مصر